حققت الاستراتيجية الطاقية للمغرب أهدافها بفضل النموذج الطاقي الجديد الذي حول التحديات والإكراهات لفرص استثمارية حقيقية وتندرج هذه الاستراتيجية في طار الدينامية الجديدة للتنمية الشاملة التي يشهدها المغرب استراتيجية مكنت من انتقال المغرب من بلد يعتمد بشكل كامل تقريبا على تلبية احتياجاته من النفط والغاز عن طريق الاستيراد لمنتج للطاقات المتجددة إلى جانب تحويل التحديات القائمة في مجال الطاقة إلى فرص استثمارية من خلال الانخراط في مشاريع كبرى لتطوير هذا القطاع هذه الاستراتيجية تهدف إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول عام 2020 و52% بحلول 2030 وقد اعطى الملك محمد السادس تعليماته من أجل رفع الطموحات المسطرة مبدئيا في مجال الطاقات المتجددة والمدوة بذلك إلى تجاوز الهدف الحالي لـ 52% من المزيج الكهرباء الوطني في أفق 2030 وتسعى الاستراتيجية أيضا إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 12% بحلول عام 2020 و15% بحلول 2030 كما تهدف إلى إنجاز البرنامج الريحي لإنتاج الكهرباء بقوة 2000 ميجاوات بحلول 2020 أهداف يسير المغرب في طريق تحقيقها بفضل تنفيذ عدد كبير من المشاريع أول هو افتتاح أكبر مجمع للطاقة الريحية بالقرب من مدينة طرفايا عام 2014 يليه إطلاق المرحلة الأولى من أكبر مجمع للطاقات الشمسية في العالم نور واحد بورززات بداية عام 2016 ويتوقع أن يولد الطاقة لمليون منزل ويرتقي بالمغرب لمصف القوى الكبرى في هذا المجال إلى جانب مشاريع أخرى في مجال الطاقة الريحية والمائية كما تم الانتهاء من المحطتين الشمسيتين نور العيون واحد ونور بوجد الواحد وتبلغ القدرات الانتاجية الإجمالي لهاتين المحطتين الكهروضوئيتين 100 ميجاوات وهما سيساهم في تعزيز شبكة الكهرباء الوطنية وخلق حركية اقتصادية بالمنطقة عبر توفير فرص شغل هامة وتثمن الموارد الشمسية وتم إنجازها للمحطتين في إطار مخطة تمويل مبتكر السند على أول إجدار للسندات الخضراء في المملكة وقد أتح الانتقال الطاقي للمملكة المغربية وفي ظرف قياسي تقريص التبعية الطاقية من نحو 98% عام 2008 إلى نحو 93.3% عام 2016 ولمواكبة الاستراتيجية المغربية في المجال الطاقي تم إحداث إطار تشريعي جديد يتمثل في القانون الخاص بالطاقات المتجددة والقانون المتعلق بتطوير النجاعة الطاقية والقانون الخاص بإنشاء الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية إلى جانب المواكبة القانونية تم إحداث عدد من الهيئات المصاحبة كالصندوق الخاص تطوير الطاقة والوكال المغربي للطاقة الشمسية والشركة الاستثمارية في الطاقة ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة وعلى المستوى البيئي يحرص المغرب على أن تكون استراتيجيته قائمة على حماية البيئة والحد من التغيرات المناخية وبفضل هذا التوجه احتل المغرب الرتبة السابعة عالميا في مؤشر الآداء لتغير المناخ لعام 2016 وهو البلد غير الأوروب الوحيد الذي بلغ المراتب العشرين الأولى